اهلا بكم الى المساء هل فشلت اذا جهود التهدئة في اليمن وهل اصبح الباب مفتوحا على مصرعيه لمواجهة مفتوحة بين السلطات والحوثيين منصر حركة انصار الله بدأوا اليوم التجمع مع مباني رئاسة الوزراء والاذاعة ووزارة العدل تلبية لدعوة زعيمهم عبد الملك الحوثي لعصيان مدني في صنعاء حتى تنفيذ كل مطالبهم وقد شهدت الطرقات المحيطة بهذه المباني شللا تاما وفي المقابل اعلنت حالة استنفار امن الجيش وقوات مكافحة الشغب على مداخل ساحات الاعتصام وفي مشهد اكثر اثار للقلق قتل 13 جنديا يمنيا وجرح 17 اخرون في هجومين انتحاريين على موقعين عسكريين في محافظة شبوى جنوبي البلاد وتبنت جماعة انصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن مسؤوليتها عن عمليات التفجير في المقابل قالت مصادر حكومية ان قوات الامن قتلت خمسة مسلحين حاولوا السيطرة على مركز للشرطة في محافظة حضرموت شرقي البلاد لمناقشة هذه التطورات نرحب بضيفي هذا المساء معنا من لندن الباحث في الشؤون اليمنية سيد علي نعمان المصرفي ومعنا من صنعاء الناشط الحقوقي السيد خالد الانسي ويمكنكم ايضا دائما مشاركة في الحوار من خلال طرح اسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وايضا فيسبوك اذا ارحب بضيفي وابدأ معك سيد خالد من صنعاء اذا الحوثيون يساعدون الموقف في صنعاء والحكومة تضع قوات مكافحة الشغب في حالة استنفار هل يعني ذلك انتهاء او اعلان فشل جميع جهود التهدئة مع الحوثيين سيد خالد نعم سألتك عن ان الوضع الان الحوثيون يساعدون ويقولون انهم بصدد اعلان المرحلة الثالثة من التصعيد والحكومة تعلن حالة استنفار امني في صنعاء هل يعني ذلك وهذا الوضع بتفاصيله اعلان عن فشل جهود التهدئة بين الحكومة والحوثيين اعتقد ان الخيار الحل السلمي وخيارات التهدئة لم تنتهي بشكل مطلق هناك معلومات اليوم عن وصول السيد عبدالقادر هلال الى محافظة صعدة من اجل اللقاء بالحوثيين من ما يعني ان هناك جهود كان قد اعلن الصباح ان الحكومة اليمنية اغلقت باب المطاوضات ثم صدرت تصريحات من الحكومة تكذب هذا الامر من ما يعني ان هناك لا زال خيارات للوصول الى حلول اذا رغب الحوثيون في ان يصل الناس الى حلول الوضع لا شك انه مقلق اليمن لم تعد تحتمل المزيد من العنف المزيد من الصراع سيخسر الجميع في اي صراع قادم وسيكون الخاسر الاكبر هي حركة الحوثي التي حققت مكاسب سياسية منذ 2011 وحتى الان وهي بالتمترس وراء خيار استخدام القوة ومحاولة تركيع الحكومة اليمنية ربما تخسر الشيء الكثير هناك اتجاه لعدم استخدام العنف مع حركة الحوثي ونحن مع هذا الاتجاه لا يتم استخدام العنف الا اذا وجدت الدولة ان حركة الحوثي تريد تقويضها بشكل نهائي هناك اصوات طرحت من احزاب متعددة تتحفظ على موضوع اللجوء للقوة ونحن مع هذا الخيار اليمنيين في نفس الوقت اصبحوا الان لديهم قلق لديهم رغبة في حل وننتظر ما ستسفر عنها الايام القادمة اذا نرحب ايضا بسيد علي يعني ما رأيك في حديث سيد خالد عن ان هناك امكانية لجهود تهدئة او لجنة وساطة للتوصل الى حل يعني خلال الايام القليلة الماضية كانت هناك جهود حتيثة من كل الاطراف السياسية وايضا من قبل الحكومة لم تنجح هل لا زال بالفعل هناك بارقة امل للتوصل الى تهدئة امن الوضع متجه للتصعيد بسم الله الرحمن الرحيم انا في اعتقراتي ان الوضع الان في غاية الحساسية وان فتيل الحرب قد بدأ يشتعل بسبب تعنت الحاصل من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة لتشبتهم في موقفهم وعدم خضوعهم للمطالب والاحتقاقات الشعبية التي التفوا عليها منذ 2011 وحتى هذه اللحظة وهم يريدون الان ان يكسبون الوقت فقط ليس الا بدليل ذلك انه حتى اليوم تم الاعلان عن انتهاء المفاوضات مع الحوثيين وفي الاخير يأتون لتكذيب ذلك دليل على ان هناك توجد اقنحة قوية جدا تسيطر على الموقف السياسي والقرار السياسي للرئيس عبد الربو ويحاولون يحتمون بشرعية دولية التي يحاول ان يكتسبها من خلال مجلس الامن والشرعية الاقليمية من خلال المبادر الخليجية لذا انا في تقديري انه حتى هذه اللحظة لا توجد بارقة امل للخروج من الازمة لان الكرة الان في ملعب الرئاسة وفي ملعب النظام اليمني النظام اليمني يحاول ان يتشبت بحزب الاصلاح التكفيري الذي هو سبب الازمة المفتعلة وجماعات العناصر العسكرية والقبرية اللي هو اولاد الاحمر وعلي محسن الاحمر وإلا لماذا على الرئيس عبد الربو منصر هادي الآن ان يختار بين شيئين اما مع الشعب ان ينزل الاحتقاجات التي غيبت من خلال 2011 وإلى مطالب القنوبيين أيضا بقضيوتهم العادلة والتي تم استغفالها وتقاهلها خلال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة او ان يختار ان يبقى مع هؤلاء الفاسدين المحيط به والذين هم الآن وصلوا الى درجة من التعنت فقط من انجل استمراريتهم في نظام الحكم وبالتالي السيطرة على البلاد والعباد ليس إلا ويبقى لابضاع كما كانت عليهم قبل 2011 هذا هو السر الرئيسي طيب سيد خالد ما هي الأوراق التي تمتلكها الحكومة الآن في ظل هذا الوضع سيد خالد أنا أتمنى أن الأخ علي يتحدث بالإنسان المحل السياسي وأن لا يكون أكثر تطرفا من الحوثيين نعم أنا أتمنى أن الأخ علي لا يتحدث بلغة متطرفة وأن يتحدث كمحل السياسي هو الآن يتحدث بلغة أكثر تطرفا من الحوثيين نحن نعرف أن هناك وضع صعب جدا في اليمن وهذه الحكومة غير مرضي عنها من سائر الشعب اليمني أي طرف في اليمن لديه انتقادة على هذه الحكومة هناك مشكلة في وجود الجرعة وهناك حالة رفض لموضوع الجرعة لكن علينا عندما نبحث عن حلول يجب أن نبحث عن حلول لا تؤدي إلى انهيار البلد الآن حركة الحوثي كطرف سياسي يفترض عليها أيضا أن تطرح حلول لا تزيد من المشكلة يفترض أن تكون لديها بدائل للحل نحن نعرف أنه الوضع الاقتصادي وضع سيء الحكومة اليمنية وصلت إلى مرحلة تكاد ما يسمى بمرحلة الفشل تكاد أن لا تستطيع أن تدفع مرتبات في المستقبل وهي حصلت على مرتبات الأشهر الماضية كمساعدات من المملكة العربية السعودية القول بإسقاط الجرعة بهذه الطريقة بدون أن تكون هناك بدائل للمعالجة معناه بعد إسقاط الجرعة أن يخرج الناس بعدها بكم شهر أو أيام ربما بسبب عدم قدرة الحكومة على أن تدفع المرتبات لكن سيد خالد هم يتمسكون بالمطالب ولا يودون التنازل عن أي جانب في تفاصيل هذه المطالب يعني ما هي إذن إمكانية الضغط من قبل الحكومة أو ما هي الأوراق التي تمتلكها الحكومة للتوصل إلى حل يرفضون أي بداء أخرى ليس هناك مع مشكلة في قضية المطالب أنا مع هذه المطالب أيضا لكن القضية كيف تعالج هذه المطالب أنا في اعتقادي الشخصين وعلى سبيل المثال أنه يمكن أن تشكل حكومة كفاءات هذه الحكومة تفوض بالنظر في مسألة في قرار الجرعة هل يلغى هذا القرار هل يبقى كما هو هل تنقص الجرعة هل ينقص من الأسعار عن ما كانت عليه قبل رفعها حكومة التي ستتولى تسير زمام الأمور هناك أيضا إشكالية لدى كثير من اليمنين ومخاوف وربما أنا أكون واحد من أولئي الناس أن حركة الحوذي ليست قضيتها ومشكلتها الجرعة وإنما أن لديها مشروع سياسي ينتهي هذا المشروع السياسي بإسقاط النظام السياسي القائم واستعادة نظام كان اليمنين قد أسقطوا في 1962 ولذلك على حركة الحوذي أيضا أن تعطي تطمين أنا أعتقد أن حل مثل أن تشكل حكومة كفاءة وطنية ويتم الاتفاق على هذه الحكومة قبل أن تقال الحكومة الحالية لأن هناك أيضا مخاوف أن الحوذيين يريدون إقالة هذه الحكومة لكي يحدث نوع من الفراغ السياسي فإذا خاضوا حرب على الدولة يصبح كأنهم في مواجهة مجموعات مسلحة أخرى وليس في مجموعات مواجهة الحكومة وضحت النقطة في مسألة حكومة كفاءات أنتقل بهذه النقطة إليك سيد علي مسألة حكومة الكفاءات قد طرحت أيضا خلال الأسبوع الماضي وأيضا قُبلت بالرفض يعني مسألة حكومة الكفاءات إلى أي درجة يمكن بالفعل أن تكون هي مضلة الحل أنا في اعتقادي أن هذا الخيار الآن حكومة كفاءات تحاول أن تلعب به السلطة والنظام كورقة فقط لأغراض المساومة ولكن في حقيقة الأمر كانت كل هذه الإصلاحات وكل هذه الأمور أن تقري في فترة سابقة 2011 إلى الآن لم يعملوا أي شيء الفسادة استشرى الحالة الأمنية في البلاد أصبح يرث لها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية والأمنية برمتها والأخ خالد أنا أعرف وأقدر أيضا موقف أنه هو إصلاحي وينتمي إلى حزب الإصلاح فبالتالي من حقه أن يدافع حزب الإصلاح على الاعتبار أنه وصل إلى مرحلة من الانهزامية خلال الضربات الأخيرة التي وقهت إليه في سعدة وفي عمران إضافة أيضا إلى السياسات التي انتهجها خلال مشاركتها بحصة الأسد في الحكومة من 2011 حتى هذه اللحظة على مختلف الأسعداء وأصبح أيضا أعضاء داخل أو أعضاء القيادين أو قيادات حزب الإصلاح هي من الناصر الرئيسية الفاسدة على سبيل مثال عبد الوهاب الأنزي أصبح لأن تقريبا يمتلك أكثر من 30% من ثروات القنوب أراضي وإلى آخر وعبد المقيد الزنداني وإلى آخر أنا في اعتقادي أن عملية المحاصصة أو حكومة كفاءة وطنية فقط يراد منها دخول حزب الإصلاح والقوى الفاسدة والمتنفذة في إطار النظام اليمني من الأبواب الخلفية للنظام القديد الذي الناس الآن يحاولون من خلاله تغييره وإيقاد بدائل أنا في اعتقادي الآن عليهم نعم الآن الوضع مع الحوثيين الآن ووضعهم الآن في صنعاء والحديث عن أن التصعيد التدريجي والمرحلة الثالثة سيد علي يعني كيف التعامل مع هذه المشكلة دون التطارق إلى جوانب أخرى كيف يمكن للحكومة بالفعل أن تتمكن من إيجاد حل مبدئي لما يحدث الآن في صنعاء وعدم الوصول إلى المواجهة أنا في اعتقادي القضايا المطروحة الواضحة الآن بالاحتقاقات هي قضايا مطلبية عادية يعني تغيير الحكومة وحكومة كفاءات وإنها القرعة وأيضا تنفيذ مخرجات الحوار كما تم الحديث عنها لكن لماذا إذا كانت هذه قضايا رئيسية وهي الحكومة وهو الوضع الذي قام من أجل تغييره الرئيس المواقعات عبد الربون منصور هذه لماذا لم يستقبل ذلك من فترة سابقة ولماذا حتى هذه اللحظة لا زالون أن يتمترسون خلف قضايا عامة بعيدة كل البعد ولماذا لم يتون إلى حل وفتح الملفات الأخرى كوضع القنوب طيب دعني أنتقل إلى هذا السؤال إذن سيد خالد يعني يراها إذن سيد علي ويراها الكثير من اليمنين أنها مطالب عادية من حق الحوثيين وأيضا من يرافقهم في هذه الاحتجاجات المطالبة بها لماذا لا تستجيب الحكومة إلى مطالب أصلا على الحكومة تنفيذها دون كل هذا الجدل يا أخي الكريم أنا ذكرت أن هذه مطالب نحن معها أغلب اليمنين معها الإشكالية في مسألة قضية التخوف من ما يريدها الحوثيين وهو الأخ ضيفك الكريم يتحدث ويقول لك أن الآن قد الوقت قد مضى هو جالس في لندن آمن لا يعرف أن الحرب سيكون تمنع دماء اليمنين يعني علينا أن نتحدث بشيء من المنطق وبشيء من العقلانية من قال أن الوقت قد مضى الوقت لم يمضي بعد المشكلة عندما يمضي الوقت في الحرب الآن لدينا فرصة يعني ما هو الضرر على حركة الحوثي أو الضرر على الحكومة اليمنية أو على أي شخص معين لكن عفوا المقاطع سيد خالد كثير من المبادرات لم تنجح ما هو التغيير المطلوب حتى بالإمكان يمكن التوصل إلى حل طيب أنتظرني يا أخي الكريمة الآن في ظل حالة الاحتقان هذه وفي ظل حالة الصراع هناك حالة من اللاثقة يعني سواء بالنظر إلى الحكومة نفسها الحكومة لم تعد محل الثقة من وقت مبكر وهذه حكومة يتشارك فيها كل الأحزاب فيها من النظام علي عبدالله صالح السابق نصف الوزراء 17 وزير وفيها من المشترك من النصف الباقي 17 وزير وكان من ضمن الوزراء وزير من الحوثيين اللي هو حسن شرف الدين واستقال ومن ثم الحديث أن هذه الحكومة تمثل طرف سياسي معين هذا في إطار الصراع الآن الحل الممكن الذي يجب أن يقبلها الناس ولا يؤدي إلى كسر هيبة الدولة الحوثي الآن كل همه كما ظهر من خلال تقرير اللجنة الرئاسية هو أن يكسر شرف الدولة وأن يكسر هيبة الدولة يعني عندما ذهبت إليها اللجنة الرئاسية الحوثي عرض أن يدفع تمويل للعزف الميزانية من شهرين إلى ستة أشهر مقابل أن تلغي الحكومة هذه الجرعة لفقت لمدة ستة أشهر معنى ذلك أنه أراد فقط أن يحول نفسه إلى قوة يقول كلمة ثم تفرض الآن نحن لا نقول أن تلغى هذا الأمر نحن نقول بدل أن ننضي الوقت في الحرب وأن ننضي الوقت في الصراع لماذا لا تشكل حكومة كفاءات يتوافق عليها كل الأطراف وهذه الحكومة تفوض من كل الأطراف أن تتخذ قرار بالنظر في هذه الجرعة هل تبقى هل تلغى هل تنقص أسعار عما كانت عليه نحن نعرف أن لدينا مشكلة إقصادية والحوتيين كانوا جزء من هذه المشكلة من خلال الحروب التي خذوها على الدولة يعني الحلول يجب أن تأتي بمعالجات لا تؤدي إلى انهيار الدولة بشكل كامل الآن هناك مشكلة وهناك ضرر لكن المعالجات التي تأتي بالقوة أيضا بالابتزاد هذه مسألة مرفوضة ولأجل هذه خرج ملايين اليمنيين يرفضوا طيب يعني دعني أنتقل إلى سيد الخيار الذي يريده بالقوة السيد علي نعمان يعني باختصار سيد علي إذن حتى لو كانت هذه المطالب العادية الحكومة قالت أنها ستشكل حكومة كفاءات ستنظر في مسألة رفع الدعم عن الوقود والحوتيين رفضوا يعني لماذا إذن يرفضون وبإمكان حكومة الكفاءات النظر في هذه المسألة باختصار أستاذي الكريم أنا لا أنظر للمسألة الآن على اعتبار أنها حوثية بحتة الحوثيين عبارة عن مكون من المكونات الأخرى السياسية فبالتالي هم قالوا الحوثيين لديهم قضية قضية السعدة التي طرحوها ولكن عندما قالوا الآن وألتقوا مع المطالب الرئيسية لمعاناة الناس خلال السنوات الماضية العقود الماضية وأيضا خلال الفترة التي جاءت فيها هذه الحكومة وحكومة الوفاق الوطني إضافة أيضا إلى القضايا الأخرى المتراكمة من القنوب وعملية بناء الدولة داخل صنعاء هذه القضايا كلها مجتمعة هي التي جاءت في اتقاه هذا السيل الجماهيري الواسع الكبير فبالتالي الآن يحاولون فقط إضاءة الوقت وهو سؤال الآن وقه للأخ ضيفك الكريم من صنعاء وأقول له لماذا من 2011 أنتم لم كحزب الإصلاح وهو الأستاذة من أعضاء حزب الإصلاح لماذا حزب الإصلاح باعتباره هو الآن مستيطع على الإقرار المشترك وهو الذي قراره على الأحزاب الأخرى كالإشتراكي والناصري والبعثي وإلى آخر أشكرك لماذا لم يكونوا مع عبد الرب منصور هادي في أنه من 2011 لأن صمم بكمم ما هو لا يعلمون يتقاهلون كل القضايا أشكرك إذن انتهى وقت هذا الحوار سيد علي عفوا للمقاطعة إذن سيد علي نعمان المصرفي الباحث في أشؤون اليمنية كنت معنا من لندن وكل الشكر أيضا لضيفي من صنعاء سيد خالد الأنسي الناشطة الحقوقي شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار